ودائلك مساء الخير من هنا عمان دانت فعاليات رسمية وشعبية لساءة لرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فقد دان مجلس العيان في بيان له أمس الفيلم المسيء لمقام الرسول الكريم داعيا للتعبير عن رفض هذه الممارسات المسيئة بأسليب حضارية راقية تجسد عظمة الإسلام وشارك العشرات في الاعتصام الذي نظمته نقابة المهندسين الزراعيين أمس مقابل مجمع النقابات المهنية للاحتجاج على الفيلم المسيء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى ذلك أيضا دعت نقابة المحامين أعضائها للانضمام إلى حملة الدفاع عن الرسول الكريم في وجه الهجم الشرسة الحاقدة على رسول صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام بحد ذاته من خلال الفيلم المسيء العالم كله بلحظة يعني ركز على قضية وللأسف التركيز على هذا الفيلم خلال الناس تنسى مجازر كثير عن ما لا تحدث في سوريا تحدث في فلسطين في غيره وغيراته شو الأسباب شو الدوافع إلى أين ولماذا سبحولي رحب بضيفي بسيدي الحديث هذا الموضوع الباحث والخبير في الحركات الإسلامية الأستاذ حسن أبو هني حياك الله أفضل أهلا وسهلا وسهلا فيك يا سيدي أهلا يعني في البعض بيقول أنه العالم كان متوجه على أكم نقطة حامية بالشرق الأوسط وهون وهون كله توجه على واشنطن وعلى هاليوتيوب الملعون ونسوا قضايا بجوز أهم كثير من واحد بلحظة جنان عمل شيء لا يمثل حتى فن ما بدأ أقول أي شيء نحن كنا رفضين هذا الشيء لكن خلينا نحلل الموقف حول الفيلم الرسول على ساته والسلام يعني لماذا الآن؟ ليش طلع الآن؟ ليش بهالشكل؟ وهو طلع أجنبي ترى وترجم وصارها لدبلجة بالعربية في ناس موفاهمة يعني وكل واحد بنظر فأنا حبيت يعني نقعد مع الشخص اللي بقدر يعطينا الصحفي بهذا الأمر تفضل بسلام ربما منذ انطلاقة الفيلم الذي أطلق عليه براءة المسلمين يعني نعلم أن هذا الفيلم ليس حديثا وإنما أنتج من قبل أكثر من عام لكن ولم تضع إلا حوالي 14 دقيقة من هذا الفيلم على اليوتيوب وبالتالي هناك جدل كبير سواء كان في الغرب إذا شاهدنا التغطية الصحفية للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في أوروبا هناك جدل واجتهاد كبير حول طبيعة هذا الفيلم حول منتج هذا الفيلم حول الجهات الداعمة لهذا الفيلم حول الغايات والمقاصد من هذا الفيلم هل هو كان فيلم عفويا؟ هل هناك علاقة للإدارة الأمريكية بين تاجه الفيلم؟ هل هو جزء من هذا الاستقلال؟ هل هذا هناك مؤامرة لتحريك الشارع العربي أو كما ذكرت إلهاء العالم العربي عن كثير من القضايا الجوهرية وبالتالي شغله في قضايا أخرى هل هو هذا؟ وذلك أنا أعتقد أن كل الموضوع ربما مختلط ربما كل هذه الأشياء صحيحة تكون لأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد يقين حول حتى الشخص الذي أنتج هذا في المسؤول الأول هناك جدل حول هوية هذا الشخص يقال بأن نقولة باسيل نقولة القبطي بالأمريكي من أصل القبطي هو المسؤول الأول عن هذا الإنتاج وهو شخص وهناك أكثر من مئة جهة داعمة ربما هناك استطاع أن يحصل على منح بأكثر من خمس مليون للحصول على ومعظمهم من اليهود وبالتالي هناك مشكل كبير حول هذا الفيلم ولكن الفيلم كما وصفته وهذا حقيقة بإجماع الناقض يعني الفيلم لم يعرض على أي شاشة السينما في الولايات الأمريكية ولا أوروبا لأن المستوى الفني هابط بشكل واضح والكم الكبير من الإهانة والشيء يبعث على الغثيان والتقزز ربما عبرت حتى صحف أوروبية عن مقدار الفجاجة في الطرح هناك فعلا كل من يشاهد لقطات بسيطة من هذا الفيلم يعلم الكم الهائل من الكراهية والحقد والعنصرية الممثوثة في هذا الفيلم هو في تشويه صورة الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم بس أستاذ حسن يعني تستغرب وأنا أستغرب يعني وأنا يعني ما بدي أعتبر حالي إعلامي لكني بدرس إعلام وأعلم كم يكلف إذا بدي أعمل أنتج فيلم حتى لو كان ربع دقيقة ربع ساعة عجو الفيلم بكلفته المادية لم يكلف شيء اللي بيقول لي كلف خمسة مليون ما خمسة مليون حتى لو مدة الساعة في سيستم اسمه كرومة اللي هي الشاشة بتكون زرقة بركبلك أي شيء وراه فإذا لم يستعن لا بظاهر طبعا ولم يستعن بمناظر خارجية لم يستعن في كذا والتصوير كان بداي جدا والكاميرا كانت ضعيفة والشوتات اللي تأخذت كلها دليل على أنه بجوز كانوا جماعة قاعدين على عشا وخمرانين يلا نعمل هالفيلم على الأغلب هيك يعني مو يكلف لكن سؤالي يعني كيف كان من المفترض في عواصم ان حرقت فيها ناس في عواصم ان دبحت فيها ناس يعني علينا ابتداء هذا هو السؤال والجدل الآن الذي يدور حول مسألة الحرية ومسألة يعني سيانة المقدسات وصيانة الرموز الدينية هذا هو الجدل الكبير الآن في داخل أوروبا لأننا نعلم أن ردة الفعل حتى في العالم العربي هذا يمكن لا يمكن لإنسان بالذات في العالم العربي المشبع في رؤية للمقدس والديني لا يمكن لناس يعني مسلمين يتمتع الرسول صلى الله عليه وسلم برمزية ومكانة لا تضاهيها مكانة على الإطلاق في العالم العربي والإسلامي وبالتالي إهانة شخص ممثل بالشخص النبي صلى الله عليه وسلم أو الإسلام المسلمين بهذه الصورة الفجة هذه أعتقد بأن التحركات مختلفة كانت هناك شاهدنا تحركات شعبية هناك استجابات مختلفة بمعنى طبقات مختلفة من مجتمع كانت هناك استجابات مختلفة شاهدنا كتابات في الصحف والأعمدة الرئيسية وشاهدنا كتاب ونقاد ومسلمين وحتى مسيحيين هناك رود مختلفة لكن ردة الشارع لا تستطيع أن تتحكم بردة الشارع كانت هناك حتى الشوارع العربية والإسلامية كانت ردات فعل مختلفة هناك ردات فعل في الأردن كان هناك تحرق تحرك واستياء وشجب وتنديد وانتهى الأمر في مصر حدث اشتباكات في السفارة ولم يسفر عن كثير سقوط ضحايا لكن ربما في اليمن أيضا كان الصورة مشابهة لما حدث في القاهرة لكن ربما الصورة التي لم تكن متوقعة هو ما حدث في ليبيا عندما قتل السفير الأمريكي في ليبيا وكذلك مع ثلاث من مرافقي هذا هو ما جعل الموضوع ربما يأخذ السفارة يعني اربط مقتل السفير الأمريكي في ليبيا مع ردة فعل أوباما وهو رئيس أمريكا لما وكانت في عندنا ذكرى تفجيرات 11 أيلول وكلها تزامنت مع بعض لأحنا ما نكونش يعني ما بدأ روح على المؤامرة لكن سؤلوا وقالوا له عم بيسيرك تخبيص فكان جواب مستر أوباما أنه هي حرية والديمقراطية وإحنا بلد الحريات والديمقراطيات أنا ما بعرف إذا هذا الرجال لو صوروا زوجته بهذا المنظر زوجته لا هي بنت فلان ولا انتان أو أخته بهذا المنظر باعتقادي لن يسكت لما صور أمير لندن في بريطانيا هاري وهو بحالة سكر أو بحالة فرح ما بعرف الله أعلم القصر باكينج هام قلب الدنيا وقعدها أنه ممنوعة طيب لما يوصل الموضوع لمرحلة أنك ستعي ردود فعلها على الشارع بمصر في ليبيا في اليمن في السودان في الهند في الباكستان في أفغانستان أنا يعني بدأ أوصف الناس اللي صار فيها دم وقتلة عالم يعني لهذا الدرجة أوكي أنت حرية بس لهذا الدرجة ما في منطق والاستهتار أنه في شعوب رح تتندبع ورح تنحرك صورة أمريكا قدامهم صحيح هذا هو الجدل ولذلك للأسف الشديث الولايات الأمريكية تعامل مع الأمر من منطق مصلحي انتخابي ضيق شاهدنا الجدل الكبير بين رومني وكذلك أوباما ولذلك اعتبر أن أوباما قد تحصل على نصر محتم على رومني في طريقة التعامل ولذلك شاهدنا ردة فعل أوباما بإرسال المارينز وإرسال تحريك الأساطين لحماية السفارات والجدل حول عدم سماح الخرطوم لاستقدام المارينز وبالتالي أبدأ موقفا حاسما لكن للأسف الشديد شاهدنا مرة أخرى خطابا ثقافيا أقرب للطابة الاستشراقي بخصوص صورة العرب والمسلمين ولذلك شاهدنا هيلاري كلينتون وكذلك رئيس أوباما يقول أن هذا اعتداء على الحريات هذه المسألة تذكرنا بـ 11 سبتمبر مرة أخرى بمعنى تترك المسألة الرئيسية ثم يناقش بعض القضايا الأخرى وهناك خلط في الصورة هذا هناك خلط متعمد في أجهزة الإعلام الغربية بشكل كبير لا ننسى بأن هذه المسألة مسألة الكراهية والحقد والعنصرية وتوصيف العالم العربي كما نعلم يوصف في الخطاب الاستشراقي والفلسف الغربي عبر مايوس أما المركزية الغربية يوصف بأنه دين همجي عنيف جوهراني سكوني بل على الصعيد الثقافة والسياسي كما يؤكد صميلها تينكتون الراحل منذ 2004 بأن دين الإسلامي هو معادم بطبيعته للديمقراطية وأن المنطقة مستحيل على التغيير ربما كانت الثورات العربية قد قلبت هذا المنظور وهذا ما جعل العالم الغربي يعني ينظر إلى ذاته بذهول هذا العالم العربي ليس ساكنا ليس جوهرانيا ليس جموديا ليس معاديا لقيم الدمقراطية والحداثة ليست المسألة كما ذكر أوبامو أهل إيرك لينتون أن هناك حقد على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية طب هو في المقابل فرنسا لما أحد الصحفيين أنكر الهوليكوست هذا هو قامت الدنيا وقادت يعني ما كفر لا بنبي ولا بكذا قال الهوليكوست تبعت الجماعة هو أنا بدي أنا أوقف أنه ياكو ونفوت شوي أعمق الآن من لمصلحته أن يؤجج الصراع العربي الإسلامي الغربي ولما شافوا أنه كان في موقف الغربي الأطلسي مع الربيع العربي الوحيد المتضرر هي إسرائيل والمتحيد الوحيد المتضرر هي الأنظمة الديكتاتورية العربية واللي بتسندها بعض الأنظمة الإسلامية المش عربية يعني ما بدي أحكي بأكثر من هيك فإذا هذا التوقيت صار الآن خلوا كل العرم العربي اللي كان واقف مع الجيش الحر ومع القضية الفلسطينية ومع القضية في طرابلوس ومع اللي بيصير في مصر كلهم يلفوا وجوهك يطلعوا على جماعة ساقطين عملوا شكرا عملوا فيلم وغير اتجاه العالم عليهم فالشفرات اشتغلت هنا فيه مؤامرة أنا بقول فيه مؤامرة هو يعني علينا أنا لست مع منطق المؤامرة باعتبارها نمط من ذهن يصادر المطلوبة وبالتالي يقفز على الأسباب والمسببات ويبحث عن ما هو غيبي وعن ما هو مغيب لكنني أقول بأن هناك الأمر يتعلق بخطط استراتيجية واضحة ومكشوفة للعلن هذا الأمر يعني أحيانا الذهن العربي يخلط بين الاثنين الأمر واضح هناك خطط للهيمنة والسيطرة أوروبية أمريكية واضحة ليست مخفية الولايات المحلية الأمريكية أصدرت وثيقة القرن الواحد والعشرين الأمريكي القرن الأمريكي الجديد وبالتالي هذه ليست سر هذا جزء من خطط واستراتيجيات سواء كانت متعلقة بالمستعمرة الاستطانية المدعوة إسرائيل والتي هي محمية من أنظم استبدادية وكذلك من نظام دولي سواء كان شرقي وغربي وهو محمي ثقافيا عبر ما أشرت له ومقضية الهولوكست والعداء للسامية لماذا العداء للسامية تأخذ طابع القانون وباستطيعه لا يستطيع أحد أن ينتج لا فيلم ولا أن يكتب سطرا واحدا إلا أن يتعرض للعقاب لما أحب هذا أعرفه علينا أن ندرك بأن هناك قضايا ثقافية عميقة تاريخية لها بعد فلسفي لا ننسى أن حتى الفلسفي على مستوى الفلسفي أبو المركزية الأوروبية الغربية الذي ينظر إلى الآخر باعتباره شر هذا هو العقل الأنوار لأنتج هيجل كانت ديكر هو أنتج على اعتبار الذات الغربية الأوروبية النقي وأن الآخر شر وهذا ما أفرز السياسات الاستعمارية لماذا جاء الاستعمار إلينا لأنه ينظر إلينا بأننا كبشر من أقل بدائيين متوحشين عليهم أن يدخلوا في سياق يعني نقلنا وبالتالي عبر ما يسمى تأهيلنا مرة أخرى ولذلك حتى في داخل الغرب نشأت مدارس كمدرس فرانكفورت في ألمانيا للرد على هذا الاعتبار على الاعتبار أن كيف ينتج عقل الأنوار يضطر أنه أنوار يعني ينشئ على قيم الحرية والتسامح ينشئ استعمارا واستبدادا ماديا أنيفا ونهب للثروات هذا المنظور لم يبقى لأن المرحلة الاستعمارية أيضا تطلبت جهازا ناعم عبر ما يسمى الاستشراق الذي فضح آلياته الصديق الراحل إدوارد السعيد ما يسمى الاستشراق الذي يقول بأن العالم العربي هو متوحش وعنيف وشهواني وأنه لا يقبل الديمقراطية ولا قيم التعددية والحرية هذا إذن راسخ في التراث وحتى التراث الشعبي التراث الشعبي الأوروبي وأمريكي كما بيّن المختص في هذا الشأن وهو جاك شاهين عبر كتبه العديدة في الثقافة الشعبية أنت لا يمكن أن تشاهد فيلم أو مسلسل إلا وتوضع لقطة في إسائل العرب والمسلمين بطريقة أو بأخرى حتى تمرر هذا ليس قولي هذا قول جاك شهين المختص الذي يستعرض جميع الأفلام ولا يمكن إلا أن تمرر هذا أمر لا يمكن أن يتمر يعني إلا خاص بالعالم العربي والإسلام لأن لا نشاهد مثل هذه الكراهية والحقدة العنصرية عبر ثقافات أخرى لماذا هو الإسلام إذن لا حد يمكن أن يقول أن هذه الظاهرة هي مجرد ظاهرة تعبر عن الحرية الشخصية كما هو الجدل الأساسي في الغرب وإنما هناك أشياء ما الذي يحرك هذه الحرية لماذا تتجه في هذا الجزء من الإبداع أو الخبث وهو في الحقيقة لأن هناك أشياء مراسخة في هذه المنطقة على الصعيد العالم الثقافي وعلى الصعيد حتى الشعبي في الأفلام هذا أعتقد بأن هناك لبيهات لها مصالح لأن هذه المسألة وكما أشارت ربما للمرة الأولى تتنبه كما نبهت النيورك تايمز وكذلك الجارديان بأن هذه المسألة ليس لها بأبعاد فقط متعلقة بشخص النبي والإساسة إنما لها أبعاد جيوسياسية على هذه الدول أن تدرك بأن لها مصالح جيوسياسية في المنطقة وبالتالي يجب أن تراعى وذلك كان طلب الشيخ أحمد الطيب يعني رئيس الأزهر بمنطقيا ومعقولا كما طالب الرئيس مرسي وكذلك أردوغان يجب أن يوضع على سبيل المثال على الصعيد الأمم في الأمم المتحدة أن يجرم كل من يهين هذه الرموز الدنيا لأننا لا يمكن لم نفعل ذلك محمد عيسى موسى في ثوابت يجب هذا لكن في شغلة خطيرة في الموضوع أستاذ حسن قيل أنه في الفيلم بمثل أقباط والكنيسة القبطية استنكرت كل الفيلم وكل الأقباط طلعوا واستنكروا هذا الشيء